أعلم بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على ربه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر مأسا شديدا من لده ويبشر الرؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آذنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي العزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن حص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأفقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فطا ويهيئ لكم من أمركم من فطا وترى الشمس إذا طلعت أزاغوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وهم في فجرة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المبتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ماسط ضراعين بالوسيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لقت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مذلتهم ولن تفلعوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وكذلك أعثرنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لشيء إني فاع من ذلك غدا إلا أن يششى الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداد والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وهو كان أمره فلطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليقن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يراثوا بماء كالهم يشري الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لو جنات عدن تجي من تحتهم الأنهار يعلون فيها من أساس ومن ذابر ويلبسون ثيابا ويلبتون ثيابا أخرى من سندس وإستبرق من متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابهم وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت تكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاول أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبد هذه أبدا وما أظن الساة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما عشى شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يقنيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أثمانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قابية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من يدون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحقيق وخير ثوابا وخير عربا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الضياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويعمل سير الجبال وترى الأرض بارستهم وعشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعروا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغابر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاورا ولا يظلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتغلونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدون بئس للوالين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موبقا ورأى الأجريون النار فضروا أنهم مواقرها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صوصفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صر سنة الأولين إلا أن تأتيهم صر سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسم الرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجارب الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وارتخذوا آياتي وما أنذره زواب ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرى وإن تدهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يآخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلمنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقوبا فلا لما بلغ مجمع بينهما نسي أخوتهما فاتخذ سبيله في البحر سصبا فلا لما جعزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد فقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحرود وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علما قال له موسى هل أتبرك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء أفضار صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا أمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤذني بما نسيت ولا ترقني من أمري صبرا فانطلقا حتى إذا لقياه لا من فقتله قال أقدرت نفسا زكية بغيث نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتكم شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني مذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقر فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سألتبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك سألتبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساجين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة مصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما كريانا وكفرا فأردنا أن يبدلوا ما ربهما غيرا منه زكاة وأقرب رعما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغوا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألك عن ذي القرنين قل سأتو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطوا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا رياد القرنين إن يأجوج ومأجوج مستدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوا لي زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاروا أن يظهروا هو ما استطار له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفغ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعلم في الضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يعصنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبطت أعمالهم فلا نخيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفربوس نزلا خالدين فيها لا يبهمون عنها أولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا